وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية برعاية منتجات جو وضفنا دكتور أحمد الشازلي استشاري التغذية العلاجية واستشاري العلاج الطبيعي والسمنة أهلاً وسهلاً وسهلاً إحنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جداً وهو موضوع السمنة وعلاقته بألام الظهر يعني طبعاً إحنا عارفين أن السمنة يتمل مشاكل كثير في الجسم لكن حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها بالزبط عن مشكلة ألام الظهر وبالزبط طبعاً ألام أسفل الظهر بالزبط في الحقيقة السمنة مرتبطة بكل حاجة حالياً في المشاكل الصحية الموجودة عامة من ضغط من سكر من مشاكل في القلب من يمكن من بعض أنواع السرطانات دلوقتي فيه ارتباط وصيح جداً بينها وبين السمنة لكن إحنا هنتكلم تحديداً عن السمنة والمشاكل الجهاز الحركي أو بمعنى أصح مشاكل ألام الظهر وألام الرجبة خاصة ألام الظهر فيه ارتباط كبير جداً بين السمنة وبين المشاكل بتاعة العمود الفقري لقينا أن كل المرضى اللي بيجلنا العيادات جايين بمشاكل في الظهر دايماً نسبة كبيرة جداً منهم بيشتكوا أصلاً من سمنة فبدأنا نشوف الموضوع لقينا اتعمل أبحاث كتير على الموضوع ده لقينا أن فيه تقريباً كان فيه بحث من فترة منشور بيتكلم أن كل كيلو زيادة من وزن الجسم يعني الوزن الطبيعي يعادل حوالي أربعة كيلو على الفقرات طب ده يعمل له مشكلة كبيرة طبعاً يعني أنت خلال حررتك لو حد زيد عشر كيلو عن الوزن المثالي يعني بمثابة حوالي أربعين كيلو على العمود الفقري وعلى ظهره فطبيعي جداً لازم يشتكي دي نقطة النقطة الثانية أن دايماً إحنا في مصر هنا السمنة أغلبها بتبقى فيه بالأبدومن أو الكرش ده بيأثر بشكل عكسي على العمود الفقري إزاي؟ لأنه بيحصل دايماً حاجة يسمع هايبرلوردوزيس أو زيادة في التقوز بتاع الإنحناء بتاع العمود الفقري في المنطقة دي وده بيعمل لوت جمد جداً على الغدريف الغدريف دي عبارة عن ربنا عز وجل خلاء الغدريف دي بين كل فقرة وفقرة فيه غدروف الغدروف ده عبارة عن مادة جلتينية موجودة كشوك أبسوربتف كحاجة تمتص الصدمات أو تساعد معي في أن هي تزود المرونة وتمتص الوزن اللي نازل على الجسم طب أنا ما يبقى في لوت جامد ونازل على الفقرات دي الفقرات دي إلا هيحصل بيبدأ الغدروف يتحرك من مكانه ويبدأ يفقد المادة الجلتينية اللي وجواه تبدأ تخرج منها وتبدأ تضغط على الأعصاب ويبدأ يلشتيك المريض جايب واجع في ظهره وواجع في رجليه وتنميله وكلام ده كله طب إحنا ما نعالج الصيب الأساسي أنا ما نفعش المريض يجي لي وتبقى كل مشكلتي إن أنا عالج العرض اللي موجود أنا لازم أشوف المينكوز إيه لازم أشوف إيه السبب الرئيسي أنا مش هستفيد حاجة من مريض بتاعي يرتاح ويقول لي أنا ارتحته بقيت زي الفل وبعدها بأسبوع لو الوزن يعني ماهتمش بنزول الوزن وهتم إن هو بس يعالج المشكلة بتاع الدارسة بعلاج بعلاج طبيعي بأي أن كان الوسيلة اللي هيستخدمها أول لتنين مع بعض مدام الوزن زايد ومنزلش الوزن هيرجع تاني يشتكي من نفس المشكلة فنرجع تاني للسعوب الرئيسي إني إحنا لازم نهتم بنزول الوزن فيه إرتباط وصيق بين زيادة الوزن وبين ألام الظهر الموجودة طيب يعني عايزين إيه؟ نعرف إيه بقى أولا نقيم الوزن من خلال اللي بتعمله InBody Analysis أو تحت الجهاز بنستخدمه حاجة اسمه InBody نحلل نشوف من خلاله الوزن الكتلة العضلية قد إيه؟ الدهون قد إيه؟ المية قد إيه؟ معدات الحارق نشوف محيط البطن على الوسط قد إيه؟ هل فيه سمنة زيادة ولا لأ؟ طب السمنة دي هل هي دهون أكتر ولا عضلات ولا ولا؟ غالباً تبقى المشكلة بنسبة الدهون ده يبقى كده قيمنا الوزن نيجي نشوف المريض وهو داخل علي أنا بقيم المريض منه هو لسه داخل المكتب من مشيته من حركته هل هو عنده الهايبرلوردوزيس اللي بقول لحررتك عليه التقوص الزيادة الانحنان الزيادة اللي موجود في العمود الفقري وجي فيه بطن موجودة ولا لأ؟ طب هو من شكويت وهو داخل أحيانا المريض بقى داخل مش قادر يمشي ده طبعاً بيحدد الخطوات اللي أنا أخدها بعد كده ببدأ أخد منه الهيستري بأخد التاريخ المرضي بتاعه انت الشكوى دي بقى لها قد ايه؟ ايه القلم اللي بتحس بيه بزبط نوع القلم نفسه؟ ده بالنسبة للتقييم بتاعه كعلاق طبيعي طب بالنسبة للتغزية هل أنا بديله دايت سابت فيه ورق عندي موجود على المكتب بياخد كل مريض يدخل أديله الورقة بتاعته بتاعت النهاردة؟ أنا مش هيسمها كده لازم المريض يبقى له البصمة بتاعته كل مريض له البصمة بتاعته في الدايت بتاعه كل مريض مختلف الدايت بيتفصل بناء على كل مريض على حدة ليه؟ أنا دلوقتي فيه فرق بين واحد رياضي بيتحرق كتير وبيجري وبيلعب وبيشيل أوزان غير واحد سيدنتر يخلص واحد قاعد على المكتب ما بيتحركش الدايت بتاع ده يختاف عن الدايت بتاع ده ده واحد بيلعب رياضة هيحتاج انه ياخد نسبة بروتين أعلى هيحتاج ان انا ياخد كالوريز أكتر لان ده واحد بيتحرك كتير فهيحرق أكتر ده واحد تاني قاعد على مكتب ما بيتحركش فما ينفعش الدايت بتاع ده يبقى زي ده طبيعة لايف ستايل بتاعي أنا بقوم من يوم إمتا؟ بفتر إمتا؟ بتغدى إمتا؟ بتعشى إمتا؟ الظروف شغلي أنا ماينفعش واحد قادي له دايت أقول له أنت لازم تسحى الساعة ستة وتاخد فترك الساعة سبعة الصبح والغداء الساعة اثنين والعشاء طب هو الظروف شغله ممكن ما تكونش مناسبة كده هو واحد طول النهار في شغله وما بيروحش غريب الليل هياخد الورق اللي أنا عملها له هيروح يركنها ويمشي برضو على نظام حياته لأنه هو ظروفه ما تسمحش بكده فأنا لازم قبل ما ادي له الدايت اللي هيمشي عليه لازم بسمع منه باخد الهيستري كاملا واشوف هو نظام حيات أيه؟ أيه الأكل اللي بيحبه والأكل اللي ما بيحبهش علشان قدر أعمله البلان بتاعتي مزبوطة بتدي له الدايت بتاعه دي نقطة نقطة النقطة التانية إنه نوعية الدايت اللي هياخده هل تختلف عن اللي جايب يشتكي من ظهره ده هل الدايت بتاعه هيبقى زيه 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 ضايت تاني لا طبعا طيب يعني دي بقى اللي هي إيه؟ إنه النظام الغذائي بتاع واحد عنده مشكلة في ألم في الظهر مختلف تماماً عن واحد تاني مختلف تماماً مبدئياً احنا في أنزمة في أنزمة غزاء معينة فعلاً طبعاً بتريح يعني بالقلم بالضبط احنا مبدئياً كده المريض مش هيعتمد مش هيبه علاجه الأساسي النظام الغزائي فقط لا هو بيبقى كزا حاجة مع بعض كلها حاجات بتكمل بعضها ان هو ياخد العلاج لطبيع العظام أو المخ العصاب كاتبه له بجانب العلاج الدوائي بجانب العلاج الطبيعي اللي هيعمله جلسات العاجة الطبيعية اللي هعملها بجانب النظام الغذائي اللي هنمشي عليه. النظام الغذائي بتاعه بنمشي على حاجة اسمها انتينفلماترو دايت بمعنى انه هو بياخد فيه انواع اكلات معينة بتساعد معيها. ده مسلاً مريد كان متابعاً معنا في المركز وخاص حوالي 57 كيلو في خلال مسلاً حوالي 8 شهور او 10 شهور من 8 ل 10 شهور تقريباً خاص حوالي 57 كيلو والميزة بعد كده ان هو فضل ثابت على وزنه لحد ما بقله حوالي سنة ونص مثلاً وانا يعني حبيت اجيب المريد دا بازدات اما وانا بقلب بشوف الحالات البريو باست ده اللي حبيت اجيبه بازدات علشان يعني التزامه وحافظه لحد دلوقتي هو مش هيفضل طول عمري ماشي على ضايت بس الفكرة كلها ان هو هيجي في وقت معين ان بعد ما بوقف الضايت لازم بمشي على صحيح صحيح انا مش هفضل طول عمري ماشي على رجين بس الفكرة في ايه اما بوقف بيوصل لمرحلة معينة وبياكل من كل حاجة وزن لمد في حدود معينة النظام الغذائي بقى اللي المريض هيمشى عليه مريض السمن هيمشى عليه لازم اراعي في كذا حاجة في حاجات تساعد معي في علاج التعبات اه فعلاً يعني انا دلوقتي المفروض ادخل من ضمن نظام الغذائي بتاعي ادخل مادة حاجة زيت الزتون زيت الزتون لو خدت منه معلقة صغيرة او معلقتين الدنيا مش هتخرب مفيش مشكلة زيت الزتون فيه مادة اسمها اوليو كانسال المادة دي بتشتغل اصلاً كمضاد التعبات تتشغل كأنت انفلاماتري ودي هتساعد معي انها تقوي جهاز المناعي فيها نسبة امج سريع عليها هتساعد معي انها تقوي جهاز المناعي وبالتالي هتساعد معي في علاج التعبات اللي موجودة انواع المأكولات التانية ممكن اهتمة اوي بالخضار الخضرات الورقية بواجهة عام زي الجرجير زي الخص زي السبانخ الحاجات دي كلها فيها فيتامين كي بنسبة عالية فيتامين كي بنسبة عالية ده هتساعد معي برضو كمضاد التعبات لازم هتتم بالفاكهة الفاكهة بواجهة عام بس خاصة الفاكهة اللي هي الدرك شوية الغمقه زي الكريز زي الفراولة زي التوت دي فيها دي فيها انت اكسدانس كتير فيها مضادات الاكسادة كتير جدا وهتساعد معي في ان هي تشغل كمضاد الطعبات دي حاجة الناطس المقصرات المقصرات فيها اومجاستري بنسبة عالية اي حاجة فيها اوامجاستري هتساعد معي في انها تشغل كمضادة للطعبات الاسماك خاصة الاسماك اللي هي الدهنية زي زي التونة زي السلمون زي الحاجات دي السردين الحاجات فيها نسبة اومجاستري عالية جدا ولكن هييجي مثلا تلاقيه فيه مريض يقولك ان طبع يمكن اخد نزام اكلككل اللي انا عايزو واخد الامجاستري تابلت كده ما ينفعش ناخد اللي هناخدها دي إلا تحت إشراف طبيب لأن مش كل حاجة مناسبة لأي حد بمعنى أنه ممكن ما ينفعش أاخد أمجة سريب نسبة عالية لمريد مثلا بيشتكي من سيولة في الدم ما ينفعش لازم أراعي لظروف الصحية هل في أكلات بقى تضر بالمشكلة الموجودة تضر بالتيبات الموجودة أو تزود الألم يعني أكلات لو أكلها حد مثلا ممكن تضره تعمله ألم أكتر رزالة فعلا الجنك فود عمتا الناس اللي بتهتقعه فعلا لازم أهتم بالنأكل يبقى هالسي أنا مبدئيا دلوقتي ما ينفعش ألجأ لي السمنة الحاجات اللي هي السمنة المهضراجة والزيوت المهضراجة الحاجات دي لها تأثير عكس جدا لأن أنا هي السمنة دي معمولة ازاي السمنة المهضراجة اللي احنا بنشوفها دي معمولة ازاي دي كاية زيت وتحولت بشكل غير مباشر بطريقة مصنعة لزيوت أو دهون نباتية وده هيأثر معي دي بتحتوي على أوميجا سيكس بنسبة عليه أوميجا سيكس بما بيزيد عن حد معين ده هينعكس بشكل غلق جدا على أنه هيزود لتيبات الموجودة إذن أنا ضريت ضهري مفتوش لازم فيه توازن بين الأوميجا ستري والأوميجا سيكس كل مكان الأوميجا ستري أعلى كل مكان أفضل لصحيتي بوجه عام هتساعد معي بناءة الكوليسترول هتحافز على القلب وبالتالي كمضاد للتيبات هيساعد معي في علاج الألام الضهر فأنا لازم نظام الغذائي بتاعي يبقى نظام هلسي على قد مقدر وده هيساعد معي طيب حدرك قلت بقى أن جمع النظام الأكل أو التغذية هيكون فيه علاج طبيعي بالضبط فيه العلاج الطبيعي دلوقت متقدم جدا في الحالات في علاج ألام الضهر ومشاكل عمور الفقري بوجه عام لأن احنا معادش التقنيات القديمة اللي احنا كنا بنشتغل بها دلوقتي بقى فيه حاجات أحدث كتير زي العلاج بالمجال المغناطيسي زي العلاج اليدوي فيه تكنيكس معينة بتساعد كتير جدا في العلاج وهتفرق معانا بشكل قوي جدا يمكن التحسن يعني ده مثلا مريض كان عندنا في المركز بيشتكي من ألام في أسفل الظهر وكان عنده غضروف تقريبا بين الفقر الرابع والخمسة ومقايمنا المريض لقينا في الهايبرلوردوزيس أو التقوص الذي أقول له حررتك عليه زايد في أسفل الظهر في الفقرات القطانية ده مرتبط بالسمنة فأنا أمام شغالنا الاثنين مع بعض ده حاجات زي الليزر يعني أجلزت ده الليزر ده الشغال ده نوع من السكانر ليزر مضاد التهابات كويس جدا بيساعد معايا في أنه هو يحس الدور دماء في المنطقة دي ويجنتيجه فوق الممتازة بجانب السرير بقى اللي هو البيشنت ده نايم عليه أصلا ده اسمه ماجنتيك سيرابي ده علاج بالمجال المغناطيسي هيساعد معايا في أنه هو يقلل التهابات يساعد معايا في أنه هو يحس الدور الدماء في المنطقة دي وبيساعد معايا في أنه هو حتى التهابات الأعصاب اللي نتج عن الضغط على الأعصاب دي بيبدأ يقل بشكل قوي جدا الأجهزة الحديثة دي النتائج اللي كانت منتظرة في خلال مثلا العلاج الطبيعي اللي كانت هيتعمل شهرين لا بقينا بنجيبها في خلال ممكن خمس ست جلسات بتلاقي النتائج موزهلة طب أنا لو عملت الكلام ده بجانب البيشنت أو المريض ماشي عليه بجانب العلاج الدوائي لطبيب العظام أو المخ والأعصاب المشي عليه لا أنا هلاقي النتائجة مختلفة تماما فالفكرة كلها في التعامل مع المريض ككله مع بعضه يعني كله تدخل مع بعضه ماينفعش أمشي على علاج بس بدون علاج طبيعي ماينفعش أمشي على دايت واسيب العلاج الطبيعي واسيب العلاج لازم كله يمشي مع بعض في نفس اللين هلاقي نتيجة مزهلة جدا في قارب وقت طب عايزين بقى النصيحة كده الطرق الوقاية طرق الوقاية بالنسبة لألام الظهر إننا مبدئيا لازم أعود من ولادي من هم صغرين على إننا يبقى فيه رياضة يبقى فيه هيلس دايت لازم يتعود الأول على نظام حياته في الأكل ماينفعش يبقى كل حاجة كل خروجة فيها جنك فود وفيها أكل منبرة مايبقاش مربوطش الخروج بالأكل اللي منبرة ولازم وحاجات كلها فايت شيكن وحاجات كلها مأكلات مليانة زيوت وسمنة لازم أعوده من هو صغير إنه يأكل أكل صحي دي نقطة النقطة الثانية إننا لازم يتعود على رياضة من هو صغير لازم يلعب رياضة علشان كل ما يلعب رياضة من هو صغير كل ما أنا حسنت البنية الجثمانية بتاعته قويت عضلاته وبالتالي مش هل يعني احتمالية إن يحصل مشاكل كما بعد ده بيحتمال بيقل دي حاجة الحاجة الأخيرة كمان إن إحنا لازم أهتم بالأرجونوميكس بتاعته لازم جسمه لازم أحافظ إن أنا يقعد مظبوط أما يشيل شنطة هو رايح المدرسة يشيل شنطة بشكل كويس ما يبقاش قاعد إن إحنا دايماً ولادنا متعودين عليه ويبقاعد حان يدهر وكده لازم أعود نفسي إن أنا قاعد بشكل كويس التغذية بتاعتي تبقى ماشية بشكل كويس ألعب رياضة وبعد كده طب أنا حصل مشكلة وبقى وخدت علاج طبيعي ومشيت عن نظام غذائي وخدت علاج وبقيت زي الفل هل أنا أفضل ماشي على العلاج الطبيعي على طول؟ أكيد لا بس الفكرة كلها إن أنا بوصل لمرحلة معينة باخد تمرينات علاجية الدكتور بيعرفاني أمشي عليها علشان أتجنب حدوث أي مشكلة فيما بعد بجانب النظام الغذائي اللي هفضل ماشي عليه مش هفضل طول عمري ماشي على ضايت بس الفكرة كلها إنه هاجي فوقته معين أتعود على الهلسي ضايت أضبط حياتي أضبط حياتي لايف ستايل زي ما دايماً بنقول طيب إحنا عندنا هنشوف طبعاً الصفحات بتاعة جو طبعاً دي صفحات منتجات جو للتواصل معاهم اللي عنده بقى أي استفسارات ليهم للمنتجات جو للتخسيس وطبعاً ندوم سكر ستيفيا هيلسي لايف زي ما بنقول وديتوكس منتجات كويسة جداً منتجات هيلة فعلاً عايزين يا دكتور نصيحة أخيرة من حضرتك لتثبيت الوزن بص يا فندم أنا مفيش مريض هيفضل ماشي على ريجيم طول عمر عشان ما هتحكش عن نفسنا بس الفكرة كلها في ايه أنا بعد ما بوصل للوزن المثالي بتاعي لازم ببدأ أزود الكالوريز أو ببدأ أزود كميات الأكل اللي بأخدها واحدة واحدة دي نقطة النقطة التانية إن أنا مش هفضل محروم طول عمري من إن أنا أكل ماكلش حلويات ماكلش الحاجات اللي ممكن تزود لأ دي ممكن أخدها في المناسبات ممكن أخدها في خروجة في أي مكان مفيش مشكلة بس الفكرة في ايه أقنن كل الحاجات دي في حاجات ممكن نستغنى عنها فيما بعد وقلل الكميات منها بمعنى مثلاً أنا في مريض بيجي يقولي أنا باخد عشر كبايات شايف اليوم وباشرب كل كل كباية ثلاث معلق سكر طب أنا لو عودت نفسي إن أنا أقلل كميات السكر اللي باخدها كميات السكر اللي باخدها أنا وليكن معلقة فيها مثلاً عشرين خمسة وعشر كالوري لو بياخد ثلاث معالق في الكوباي أدي خمسة وسبعين في عشر كوبايات نحن دخلنا في رقم كبير جداً طب أنا هل دي ممكن أستغنى عنها طب أنا ممكن أخد أبدأ على العود نفسي إن أنا أخد كميات قليلة وأكمل بحاجة زي السكر دايت لو أحتاجت وبجانب النظام الغذائي اللي أنا أحفظ إن أفضل طول عمري ماشي على أكل هلسي بشكر حد جداً يا دكتور في نهاية الحلقة وبشكركم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله بركاته